في حدا صاحبه ما هو أربعة تلف دولار طبعة قديمة لما سمع بالخبرية أخذ المصريات أخذ عند الصراف قال له عكل مية عشرة دولار في دولة اللا دولة إبداع جديد يسجل في سجل السرقات والنهب شركات تحويل أمال وصرافين وابنوك يمتنعون عن التعامل بالإصدارات القادمة من فئة المائة دولار دون أخذ عمورة تصل إلى حدود العشرة بالمية بالنسبة للمية الأديمة عم نعاني كتير منا أول شي عم نعاني من الزبون أنه يدفع دولار بس يقبل أنه يدفع دولار عم يعطينا مية أديمة لما نخذ المية الأديمة عم نيجي نعطيها للتجار ما عم يقبل يخذها للتاجر السبب أنه عم يدعي هو أو يمكن هو معحق أنه طبعة أديمة ما عم يخذوها منه صرافين لأنه ما عم يقدر تعامل فيها عبر البنك فعم يقول أنه بديخسم عكل مين دولار خمسة دولار لأنه بديعطيها للصراف نحرج لما يعطيني مية تكون ما بها شي مهترية يعني أو ما عليها ختومة بس طبعة أديمة عم يعطيني إياها عم يستحق له أنه لا ما بيخذها وخصوصا هلأ بالوضع الاقتصادي الصعب صعب يتلاقي زبون يدفع دولار بهايدي المسألة عم يصير عنا نحن حال التساؤل أنه كيف نحنا ما فينا نخذها وكيف إذا ما أنا نخذها ونعطيها للصراف بديخسم عليها خمسة دولار أنه كيف هو عم يتحمى الريزق خمسة وتسعين بالمية أنه بيخذها وبيخذ عليها خمسة دولار وكيف نحنا ما فينا نخذها بالمرة أنه كيف هي عم تمشي معها ومعنا ما بتمشي هو شو عم بيعمل فيها عم يتلفها يعني فأكيد عم يعطيها للمصرف أو عم يعطيها لشي وأكيد أكيد أكيد طلالهم منها شي مين طلع هايدي البدعة وشو سببها يعني مين طلعها مين طلعها من أساس الفكرة فإذا بتطلع بتبحبحش إنه أساسا هن الصرافين والمصارف متفقين مع بعض أو شي يمكن بيطلع له عمولي من هون بيطلع له عمولي من هون فأكيد فيها سرقة الحكاية ممكن تكون فكرة هايدي لحدا يسحبوا المصاري اللي مخزنينها للناس بالبيوت لأنه ما في حدا ما في بيت هلا بشو مخزن دولار كين بيجي لعندي زبون المية جديدة قالوا يا خي أنا بيخذها المية القديمة إذا فكت روحها لحدا روحها ما تعزبها لك بركة بدن يغضوا على عمولي أما شي أنا ما بيشتغل عليه لما كان للصدفة في بلد العجائب فما تشهده الأسواق من ارتباك ليس بريئا فهناك محاولة لجعل الدولار يفقد ثقة المتعاملين به في الوقت الذي يشكل فيه هو نفسه معيارا للثقة